منعطف جديد في مسار العلاقات بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة التي باتت أراضيها كما تقول بيونج يانج في مرمى صواريخها العابرة للقارات ووفقا للتلفزيون الحكومي الكوري الشمالي فإن صاروخ هو سونج 15 الذي أطلقته وصل لارتفاع 4400 و75 كيلومترا وهو ما يعادل عشرة أضعاف ارتفاع المحطة الفضائية الدولية وحلق لمسافة 950 كيلومترا تضع التجربة الصاروخية الكورية الشمالية العصى في عجلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية وتفتح أبواب التوتر على مصراعيها وهي تأتي بعد مدة قصيرة من قرار الرئيس الأمريكي دولارد ترامب إعادة إدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول الداعمة للإرهاب ما يمهد لفرض مزيد من العقوبات عليها كما سمعتم وبعضكم قام بنشر الخبر فقد تم إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية وأود أن أبلغكم بأننا سنهتم بهذا الأمر تناقشنا مع الجنرال ماتس مطولا بهذا الشأن وسوف نعالج الوضع لم تنضي دقائق على إعلان إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي حتى رد جيش جارتها الجنوبية بإجراء تدريبات صاروخية لإيصال رسالة واضحة لبيونج يانج كما تقول وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي لقيت التجربة الصاروخية تنديدا واسعا حيث اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن وتجاهلا لجهوده كما رأت فيها روسيا التي يزور وفدها البرلماني كوريا الشمالية استفزازا وتقليلا لفرص تسوية الأزمة في المنطقة وطالبت اليابان التي سقط الصاروخ الباليستي في منطقتها الاقتصادية البحرية بمزيد من الضغط على النظام الكوري الشمالي لوقف تهديداته الرئيس مونجي ورئيس الوزراء شنزو آبي أجريا محادثة هاتفية بشأن تجربة الصاروخية وقال إنهما لا يتسامحا مع التهديدات الأمنية المتزايدة لكوريا الشمالية كما أعربت الصين عن قلقها ورضها لما سمته تجاوز كوريا الشمالية للقرارات الدولية تعرب الصين عن قلقها الشديد ومعارضتها لنشاطات كوريا الشمالية وتحث الجانب الكوريا الشمالي على الالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف الإجراءات التي تزيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ورغم أعلان الإدارة الأمريكية أن التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية لم تهدد الولايات المتحدة إلا أنها طرحت جميع الخيارات للتعامل معها وتركت الباب مفتوحا حتى الآن كما تقول للحلول السلمية أو الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر